اشتركوا في القناة 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 هم فرقة بيتيس يعني باختصار لو لا فرقة بيتيس لما وصلت اغنة Savage Love للمركز الاول على مخطط بالبورد كما انه وكالة بيج هيت ووكالة Source Music رح يعلنوا بشكل رسمي عن اطلاق فرقة فتاة جديدة بعد انتهاء ترويجات فرقة جيفرينت المقبلة yes that's right فحسب ما اكدته وكالة بيج هيت سابقا بانه من عام 2000 ولغاية 2022 رح يتم ترسيم ثلاث فرق من بناتهم اكو فرقة فتيات لكن خلال هذا الاسبوع تم التأكيد بانه من بعد ترويجات فرقة جيفرينت للعودة القادمة ومن بعد انتهاء كل ترويجاتهم رح يتم ترسيم فرقة فتيات وهذا رح يكون في بداية عام 2021 طبعا جميع الارمي بعرفوا بانه جانكوك من عشاق الوشوم ولذلك وقعت شركة انستان تاتو واللي تعتبر علامة تجارية مؤقتة للوشوم واللي وقعوا اتفاقي الترخيص مع وكالة بيج هيت ليتم انتاج مجموعة تاتو مختلفة من فرقة بيتي اس الى جميع الارمي بناء على اغاني مختلفها من بعد وهذا رح يكون بنهاية عام 2020 وحتى نهاية عام 2021 بصراحة بانه عام 2020 عام تعيس جدا على وكالة اس ايم بداية مع قضية تشين وبعدها فضيحة لوكاس وقبل فترة فضيحة ايرين من فرقة راد فلفت وحاليا قضية تشانيول من فرقة اكسو المهم السلاف وما فيها بانه ظهرت احدى العاشقات لتشانيول واللي اتهمته بانهم كانوا بعلاقة واللي دامت ثلاث سنوات طبعا للعلم كلامه كان مداعم بالصور اللي هي نشرتها واللي بعدها الاكسو والصيني اكتشفوا بانه هاي الصور مفبركة مليون بالمية المهم مش هاي السلافة السلافة بانها اتهمته بانه خلال علاقتهم اكتشفت بانه تشانيول كان عم بخونها مع فتيات اخريات واللي بعدها انتشرت صورة لتشانيول واللي كان برفقة روزي من فرقة بلاك بينك طبعا للعلم الصورة هاي مفبركة لانه على الشمال هي الصورة الحقيقية وعاليمين الصورة بعد الفوتوشوب وللعلم هاي الصورة انتشرت قبل تقريبا كم سنة تحت عنوان بانه الديسباتش كشفت او فضحت ثناء جديدهم تشانيول وروزي لكن قبل تقريبا يومين على حساب ديسباتش الشخصي حذروا اي شخص بيقوم بنشر هذه الصورة تحت عنوان ديسباتش لانها تتخذ اجراءات قانونية صارمة بحق اي شائعة او حتى صورة مفبركة تحت اسم ديسباتش يعني بالمختصر ديسباتش شخصيا نفت خبر علاقة تشانيول وروزي نقطة وانتهى المهم نرجع للسعلوقة واللي هي عشيقة تشانيول واللي هي انفصلت عنو الهي مش هو انتو متخيلين السلافة انتو شوفوا الفيلم الهندي هي انفصلت عنو والسبب انو كان بخونها مع فتيات كثيرة لكن الكلام اللي كتبته عن تشانيول كان بصراحة مقزز جدا 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 وجميع الاكسول والكيبوب فانز واللي كانوا بانتظار رد من وكالة اس ام الى هاي السعلوقة وفعلا بعد ما السالفي كبرت كشفت وكالة اس ام عن تقرير رسمي حول هالقضية وكتبوا نحن لا نملك اي موقف رسمي اتجاه ذلك المنشور اي متداول وياريت وكالة اس ام ما ردت يعني لاحظوا حتى دفاع ما دافعت عن تشانيول او حتى تحمي من الشائعات او حتى ردود الكارهين لان الفتاة اللي قالت بانه كانت عشيقة تشانيول قامت بتحميل وتنزيل صور الهم على السوشال ميديا لكنها قامت بحذف شكلها من داخل كل صورة يعني بامكان وكالة اس ام انها تدقق او حتى تراجع الصور لانه بكل سهولة اذا كانوا هاي الصور مفبركة بتموا حكمتها قانونيا يعني حتى هذا الشي ما تعبوا نفسهم او حتى ما انهم اتحروا حول هذا الموضوع لكن الاكسول الصيني ما سكتوا وراها السالفي وبدأوا بالتحريات وصاروا كونان لكن النسخة واكتشفوا بانه كل الصور اللي قامت بتنزيلها هي صور مفبركة مليون بالمية يعني هو ما كان حاضنها بل كان حاضن الگتار وهنا تم ادراج صورته داخل هذا المشهد يعني بالمختصر كل الصور طلعت مفبركة مليون بالمية لكن السلافة ما انتهت هنا لتظهر احدى صديقات السعلوقة اللي كانت عشيقة تشانيول من ثلاث سنوات بليز حاضن اولني نعال right now right now right now لانه هاي السعلوقة الثانية قالت كلام جدا مقزز عن تشانيول واتهمته بانه هو مش فنان ولا مطرب ولا ملحن ولا منتج ولا حتى له خص بالفن نهائيا oh my god وبانه كل اللي بشتغلوا مع تشانيول بعرفوا بانه تشانيول ليس فنان اوكي بس رد صغير الى جميع الكارهين معقول وكالة اس ام تختار فرقة مثل فرقة اكسو واعضاء فرقة اكسو اللي اختارتهم بالفرازة من الوف الفتيان يعني اعضاء فرقة اكسو مختارين بالفرازة بالمواهب بالصوت بالاداة بالحضور بكل شيء وبالاخر تطلع صعلوقة تتهم تشانيول بانه ليس فنان لا لهاي لسه 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 ما انتهت انتظروا السؤال كالتالي مين عرف هاي الصعلوقة على تشانيول بحسب ما هي كتبته بيكيون تخيلوا بانه هي تخيلات كثير كبيرة فيلم هندي بيكيون عرف هاي الصعلوقة على تشانيول واصبحت هاي الصعلوقة صديقة عشيقة تشانيول بشرفكم اكسو اللي حدا ينطيني نعال right now right now right now بس برايكم بيكيون سكت؟ طبعا لا طبعا رد عليها بتغريدة صغيرة لكنه قصف جبهت جبهتها واللي كتب وبالعربي هل حقا هذا الشخص بعرفني بين قوسين انها البعوضة يعني اقسم بالله يا شيخ انه كلامك جاب العيد قصف جبهت جبهتها واللي خلى كل الكارهين يتحول الى بوكي دايتشا يعني بعوض يا شيخ اقسم بالله انك فشيت غلي حتى البوكي دايتشا طلع منك عسل والحين ننتقل الى ملكات الكيبوب فرقة توايس تحديدا مع آلبوم Eyes Wide Open واللي حطم رقم قياسي لاكثر من 460 مخطط مختلف مثل ايتيون سبوتيفاي ميلون وهم بعد هينتيو جاون شارت كيوكيو ميوزيك شارت وايضا لاين ميوزيك وبالنسبة لك اللي باغنية I Can't Stop Me واللي احتل مركز الاول الاكثر من 117 دولة بالعالم يعني باختصار عودة ملكات الكيبوب كانت اسطورية مع I Can't Stop Me اما فرقة موني سايكس واللي ما زالوا عم بيروجه بمجموعة صور ولا ارواع ليصدار ثالث الابوم بعنوان Fate and Love والمكون من 10 اغاني واللي رح تم اصداره بتاريخ 2 نوفمبر كما ان فرقة موني سايكس بدأوا بالترويجات لإطلاق كليب اغنية Love Killer على ما اعتقد بانه باقي اسبوع واحد للاحتفال بالذكرى السنوية 15 للأسطورة فرقة سوبر جونيور وهذا بتاريخ 6 نوفمبر وايضا بنفس التاريخ هاد رح يطلقوا 10 الابوم كامل هم بعد فرقة سوبر جونيور على استعداد لإطلاق اغنية قبل اصدار الالبوم بعنوان The Melody اما الملكات فرقة ماما مو فهم على استعداد رسميا لإصدار 10 الابوم مصغر بعنوان Travel وهذا بتاريخ 3 نوفمبر وهم بعد عم بيروجوا لتلميحات ولا اروى لإطلاق الام في لغنية ايا والمفهوم دمار شامل يبكي في الزاوي اتوقع البعض منكم شاهد الفرقة الجديدة اللي تم ترسيمها بعنوان Refine Sisters مع اغنية Don't Touch Me واللي حطمت أرقام قياسية لكن هاد مش موضوعي هل تعلموا بأن ميزانية الكليب تقدر بألفين دولار فقط؟ اتوقع هسا الجميع ذهل بالخبر هاد ياس كليب اغنية Don't Touch Me تقدر ميزانيته بألفين دولار وللعلم كل هذا التصوير بمكان واحد لوكيشن واحد زاوية واحدة بس غيروا الإضاءة والديكور والملابس فقط وللعلم قدم اللحن إدماني والأغنية دمار شامل والفتيات عبارة عن Boom مع Don't Touch Me فالأغنية عم بتلاقي نجاحات مذهلة على مختلف المخططات الموسيقية واللي على وشك الوصول إلى Perfect All Kills والحين خليني أعرفكم على عدوات فرقة Refund Sisters وأعمارهم لأنه أعمارهم صدمة بل شلل تبكي في الزاوية جاسي 31 سنة حواسة 25 سنة ليهيوري 41 سنة وأم يانجوا 51 سنة هل تخيلون بأنه هذه أعمارها 51 سنة وعم ترقص معهم وعم بتغني معهم ومبيني مثل أعمارهم No way 51 سنة وعندها هذه اللياقة واو وبينهيوري نعم ترجمة ن eensتونك هم هناك خدا نعم forever PPP